وفقط أرد أن أذكر مشاهديكم أنه لا يوجد شيء على رأس السطر يكتب صاروخ كاتيوشا قصة خطر جديد أثناء سقوطه على الهواء مباشرة يبدو أننا الآن نستمع إلى غارة الآن على ما يبدو نسمع أصوات الغارات والعقيدة مايلز كاغنز حقيقة غادر الموقع الآن المقابلة التي أجرتها قناة التغيير مع المتحدث باسم تحارف الدولي العقيد مايلز كاكينز حيث كان يجريها معه الإعلامي أحمد الأدهمي مقابلة اخترقها الصاروخ الذي أيقظ صفرات الإنذار في المنطقة الخضراء وكأنه كشف بصورة علنية موقع إجراء مقابلة العقيد الأمريكي اختراق للسرية الأمنية بصورة غير مخطط لها تماما كاختراق الأجواء الآمنة في سماء بغداد ذهول كاكينز وتطبيقه لإجراء حماية نفسه في حالة طارئة كهذه يظهر حجم الخطر الذي يقع على رؤوس العراقيين في بغداد مع استمرار ميليشيات وفصائل مسلحة بعدم احترام الأمن والاستقرار الذي ينشده العراقيون أنا سمعت فقط صفرات الإنذار ولدينا إجراءات عندما نسمع صفرات الإنذار يجب أن نحتمي في مكان آمن مشهد أثناء البث الحي والمباشر يصاعد التوتر الأمني أو قل إنه يعبث بمكوك ملفات الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي كما في مشاهد متكررة من سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء يصاعد السقوط التوتر بالعلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن الزيارة المرتقبة بين رئيس الحكومة مصطفى الكاظم ورئيس الأمريكي دونالد ترامب تدخل فيها عنوين كثيرة وشائكة حول ملف الأمن والسياسة والاقتصاد فيما تغيب التطلعات نحو استقرار وتوقف لمسلسل الصواريخ الذي يتكرر مشهد سقوطها ويجدد المخاوفة باستمرار التوتر الأمني في العاصمة على وجه الخصوص وفي العراق على وجه العموم